جنبي غضبي حيت فاش كنت حصب ما كنقاش نعقل وهي تقول ساندي علاش كتقول لي هاد الهضرة شنو بيني وبينك قال من اليوم انا وياك على العلاقة ساندي فرحات ولكن ما بيناتش وقالت ومعا من تشاورتي قال لي ها صخر معا راسي وهي تقول انا ماشي بحال الاينات لي كتعرف الطينا مناش مصنوعة بوحدها غير باش تقوم في بانك قال لي ها صخر كون كنتي بحال اخرين ما تكونيش معايا دابا ثقت ومدة حتى وقف قدام العمارة قربات ليه وباست وفخده وقالت تصبح على خير قال لي ها وتصبح على خير خرجات وهو تحرك مشا طاير دخلات مع باب الشقة ولا حد ساكها وضرباتها بوحد الغوطة وقالت انا واقيل حماقيت هذا غادي حمقني ايش هاد الشي كيوقع عليا هادي هي ديال النوم مع العدو مايمكنش ليين بعد عليه وقربي منه خطر عليا خاصني نرد البال لتحركاتي من هنا القدام ودازت شهرين وساندي وسخر كيتلاقاوا مرة مرة كيجي لابوات ومن بعد يوصلها لدارها والفاتوا وتعلقات بيه كتر وخطا عامولوا بارد نوعا ما ما كيمشيوا في مواعيد بحال لي كوبل ما كيتغزل فيها لاحدات بيه اللي ماشي بحال الرجال الاخرين وداك الشي اللي اجدبها ليه كتر ما كيتبل حش إيه لابغى الحاجة كيمشي ليها ديال لكتر علاقتهم طورات ولكن مختصرة على قبل وعناقات باش كتكون معاه كتنسى راسها ولكن غير كيغب عليها كترجع تفكر في أولوياتها اللي على رأسهم الانتقام شغلات في الآوينة الأخيرة وأشلات خطوتها التالية لبعض الوقت ولكن في نفس الوقت دايرة بحت على تحركات ضحيتها الجديدة فقط كتتسنها الوقت المناسب وضرب ضربتها أما بالنسبة للصخر فساندي جاتوا مختلفة على البنات اللي عرف قبل وعجباتوا كتتصرف على طبيعتها وما كتداعيش المثالية الصباح بعد ما فاقت غادير دارت روتينها الصباحي ومشات للمجلة دخلات وطلقات بالبنات اللي خدامين معها طلعوا كاملين فلاسونسور وهي واقفة في الجنب وحادرة راسها وهما واقفين بجوجات القدام كيهضروي معنيوها ديها كأنها ما كيناش قالت البنت الزولة هادي المجلة نزل مستواها وليه كيقبله غير اللي كان وهي تقول البنت الثانية عندك الحق بنادم عنده حتى علاقة بالموضة كيفيق ويللقاها قدامه كيخرجها ويتم جايب لحشمة ما عرفتش واش هادي مجلة ولا مدرسة غادير عرفات الهضرع ديها وحسات بالحقرة وما عندهاش الشجاعة تواجههم وتدافع على راسها هبطات راسها واجعلها نزل على وجهها كتحاول تغطيه باش ما يشوفوش دموحها ويزيدو جرحوها وكيف تحل المسعد خرجات كتجري لطوالات وهما كيدحقوا على الجهد حيتعرفوا باللي أطروا عليها دخلوا للمكتب المشترك وكل وحدة قلسات قدام المكتب ديالها سيف كل مرة كيهز راسو يشوف جهة البان وهو يقول موجه حضرته الوحدة في دوك اللي يلا هدخلوا ما بانت ليكش غادير ما موالفاش تعطم البنت عوجات فمها وقالت راها في الطوالات سكنات فيها خلاها كتهدر وخرج جهة الطوالات ووقف قدام دياللبنات ما يمكنش ليه يدخل تحل الباب وهي تبالي خارجة وعينها حمرين قال لها سيف غادير مالكي قالت وانو غير عيانة شوية وهو يقول واش باقي فيك لوجه هاديك الساعة ما تجيش حتى تتحسن حالتك قالت لا دابة شوية جرها من ايدها ودخلوا المكتب وكونش يمتبع لهم العين خاصة لبنات قلسات وبدأت خدمتها وسيف مرة مرة كيهضر معها ويسوولها واش شوية وصل وقت الغداء وبدأوا الموظفين كيخرشوا يلا وقف سيف وهو يصوني ليه التليفون قال نعم اه هو انا اوكي شوية ونجيب اقطع ووقف على غادير اللي باقى خاشية راسها في باسك قال لها بس ميس غادير هزيت راسها وقال نوضي خلاص ديما انتي اخر واحد يخرج هزي ساكك ويلا قالت فين وهو يقول لها للمركز لقاو ساكك مليوح وفيه وراقك قالت غادير بالصاح والتليفون والطابلات سيف قال لها واش انتي حمقى الشفار ليش خداليك الساك حمدي الله اللي خلاليك الوراق خرج هو وياها وركبوا فوق الموتور ومشاول المركز هبطوا ودخلوا ومشا ديري كتل المكتب اللي جاوليه من قبل اعطاهم الشرطة الوراق ديالها وشكرهم سيف وخرجوا قال لها سنيني هنا هاني جاي ما تتحركيش من بلاستيك قالت فين هادي وهو يقول لها سيف ما غاديش نتعطر مشا سيف مع الرواق ودار وبقى كيقلب حتى وصل حدا وحد الباب فيه اسم الضابط صخر بن يازيد وكمل طريقه حتى وصل حدا مكتب آخر ضقه دخل كان شرطة في العشرينات استقبل سيف وقلسهم جمعين غاديش بقى تواقفة في بلاستها وحاضرة راسها الشرطة اللي ديز كيشوف فيها حسيت بعدم الارتياح وبغايت تخرجت سنة سيف في الخارج تمشيت بخطة مسرعة وكي وصلت حدا الباب وهي تساطح مع شي حد فقدات التوازن وكانت غادة طيح كل ما شد فيها من خسرها بقوة حتى تخشات فيه جات عينيها في عينيه كان مغوبش شافها وزاد عقد حجبانه وهي سهات في عينيه مدوهم على نفس الوضعية حتى استوعبات وبعدات عليه حضرات راسها وقالت ليه اسمح ليه وهو يقول شنو كديري هنا؟ قالت ها؟ شدها من دراحة وقال ليها ايش جاي يد ديري هنا؟ إيلا بغيتي تشوفيني تتاصلي ونجي عندك غادير بعدم فهم قالت له نشوفك شدها من ايدها وجرها خرجوا من المركز موقف حتى وصلوا الباركينج ودفعها وهو كي صوت قال ليها مايلكي كتمتمي عليا آخر مرة تجي عندي لهنا غادير بقى تمشوكيا وحركات راسها بقاه وهو يقول لها صخر يلا سيري دابا من اللي نسالي ندوز عندك غادير غير مصدومة أولا من شوفته ومن صدقاش هو دابا قدامها وقرب ليها ثانيا تعاملوا معها وتوبيخوا ليها كأنه كيعرفها تخير بقيت ما بقيت فهمة وعلي شافت فيه واقف مربع ايديه وكيشوف فيها هبتات راسها ودارت بغت تمشي ما حستات غير بقيت دجراتها حتى تسطحات ما تدر باسها وهي بقيت جامدة عينيها توسع من هول الصدمة حس بيها كترجف بين ايديه على غير عادتها واحتطع من القبلة جاه مختلف بعد وشاف بيها وكانت بحال ليلى منومة مغناطيسيا ما كترمش استغرقات بضع لحظات باش فاقت من القلبة وهي تبعد من بين ايديه اللي كانوا مازان محطوطين على خسرها هز حاج بنتق قال يلا سيري دابا جاتها صدمة فوق صدمة عينيها باقي حالاوهم على وسعهم كل شي داز بالضربة مش هات كتجري وهي ما مستوعباش باللي باسها واش هدشي فعلا وقع ليها ولا تخايل ليها ما عرفتش واش تفرح لان منقيدها كيف ما مسميها باسها ولا تعصد حي تجرق عليها وهو بالكاد كيعرفها وقفات وسط الشارع كتلفت في جميع الجهات بحال ليلى مدرة كانت كتجري وما عرفاش فين غادة تفكرات سيف وبغاد ترجع وخافت لقاه مرة أخرى واخدات تاكسيل المجلة سخر جاو تصرفاتها غرام احتع عينيها والطريقة باش كانت كتشوف فيها مختلفة سيف كمل حديثه مع الشخص اللي دخل عنده وخرج كيف دار بان ليه صخر جاي وهو يرجع يتخبع حتى بان ليه دخل المكتب دياله تحرك وكيقلب بعينيها الغادير ما بانت ليهش خرج وقلب نواحي المركز وما كانش لها الحز تشطن عليها وهزمه طوره كثيرا المجلة مرتاح تشافها جالسة في المكتب ديالها خرج عودتاني مشا خدال غداليه وليها ورجع وقف عليها بلاهدر جرها معاه وطلع فلاسانسور لسطح قلسوا كياكلوا وكملوا ما قلتهو غادير ما قدرتش تقول سيف شنو طرع معاها وفضلا تسكت هي براسها ما فاهمات شنو وكملوا وهبطوا للمكتب خدامين احتوصل الوقت المغادرة وصيف وصل غادير لدارها عاد مشا صخر كان في الطموبيل شا التليفون بايدو كيبقشش فيه وقارو في الايد الاخرى هز دراسو وبانت لي خارجة انطرنا درا ولاهم النافدة فتحات الباب وطلعات باستو فخدو ديمار الطموبيل وتحرك غادي والصمت سيد الموقف شوية شاف فيها وقال شنو قال ليك راسك احتاج ايا عندي حتى المركز ها ساندي استغربات وقالت كيفاش امتى جيت عندك المركز وقال ليها واشكت حماقي عليا ولا شنو وديك اللي شفت في المركز الصباح شكون ساندي ريقها نشفت وقالت ماشي انا صخر حبس الفران بالجهد وقال كيفاش ايش هاد الشي كتخار بقي عليها وشكون قالت هاديك اختي التوأم صخر قال ليها شنو اختك التوأم عندك اخت توأم ومالكي معمرك ما قلتيها ساندي قالت انا وياك عمرنا جبتنا عائلاتنا وعمرنا هدرنا عليهم باش نقولها ليك صخر قال اعلاش عمرني ما شفتها معاك ساندي قالت هي فشكل وخحنة واما كانت تافقوش وكل وحدة فينا عايش حياتها كيف بغات هي انطوائية وحدودية وحشومية بلا قياس انا وياها كيف العملة الواحدة بوجهين مختلفين صخر قال وعلاش فش هدرت معاها بقت ساكتا وما قالتش ليه باللي هي ماشي انتي وانما خطها ساندي قالت ما عرفتش اقدر فاجأتيها شنطرة بعدها صخر قال كانت في المركز وخرجتها وقلت ليها علاش جايل هنا ما جاوبتنيش بقعت غير ساكتا وتفكر فاش باسها وقال ومشات ساندي قالت له هي هاكا كديرا ماشي اجتماعية وما كتعرفش تصرف قدام الناس كتبقى تمتم وتمساحب وقت ما كانت الانظار عليها صخر قال وشنو اسميتها قالت ليه ساندي غدير صخر قال داك شعلاش كانت مختلفة قالت ليه ساندي شنو اللي مختلف صخر قال النظرة اللي كانت في عينيها مختلفة على ديالك وهي تقول له نزاها عليك سكت وبقاكا يتفكر احداث الصباح علاش ما نكراتش والتازمات الصمت عاد حرف علاش مشاتك تجري فاش باسها صون عليه التليفون وهزو وهي تطلع عليه اسميتها وجاوب قال ليها شنو باغا قالت الينا منلي انتاقلت للشقة ديالي عمرك ما جيتي عندي علاش كتجاهلني يا سخر قال ليها سخر ما مساليش دابة وقطع ساندي قالت له شنو بغاك علاش كتشاوب على اتصالاتها وهو يقول سخر بيني وبينها الخدمة وداك شي اللي فراسك غير حيديه قالت ساندي كيفاش بغيتيني نسكت وهي غير لازقافيك سخر قال هادي التفاهات والغيرة الزايدة ما عندنا ما نديرو بها سديع لي الموضوع دازو التلتيان كان كل شي روتيني في حياة غادير من الخدمة للدار كيف العادة ثالات الخدمة وخرجات هيو سين اصرع ليها يوصلها وداك شي اللي كان وقف قدام العمارة ونزلات قالت ليه شكرا وفي هادا اللحظة وقف سخر قدام الاقامة بزيارته هز التليفون وبغيت تصل بها تهبط عنده وهو يسمع صوت الموت هز راسو كيشوف الشخص اللي سايق كمارته جاته مألوفة شوية بانت ليه نزلات اللحظة ظن انها ساندي لكن طريقة لبسها وحركاتها بختلفين ايضا هادي التوأمت يا لحظ ابقى مراقبهم وكيشوف فيها بامعان ضحكتها وحركاتها الخجولة وكل ساعة كتحدر راسها وتعاود تهزو شاف سيف شدها من خدها وهو يزير على الفولون بلا ما يشعر وعقد حجبانه تباحة بعينيه وهي كتدير لسيف باي وكتبتاسم حتى دخلها ودار شاف بسيف شوفها منفهماش باي اللي هتحرك ورجح هز التليفون بغايدووز الاتصال لساندي عاود لاحو فوق الكوسان اللي جنبو ودار بالناقص ودي ماردو موبيل وغادي زاعب علاش الله أعلم خاديت دخلات لشقتها تلاتو بتلات عليها ومشات حلات البباسي بغا تخدم فيها لقات فيديو مكتوب عليه اسميتها حلاتو وبقات كتتفرج فيه وكتبكي داتها كلها كتترعد ودموحها كتجل على خدودها سدات الباسي ومشات تخشات في فراشها ومهنقرسها ودموحها ما وقفوش مخدتها في زقات وشحقاتها كيتسمع في أرجاء البيت بكات لساعات حتى غفات وفي الكازين واقفة في بلاستها وكتشوف بعينيها اللي متبعين شخص واحد بان لها التاجه للمسعد ومعها بنت من ملابسها بين عليها عاهرة عارفة باللي طالع اللوطين للفوق وناوي دوز الليلة هنا هذا هو الوقت المناسب باش تتحرك غير جاديك اللي غدت بلاسيها وهي تطير لغرفة تبديل الملابس خدات ساك وتوجهات للطوالات تأكدات حتى وحدة مكاينة وهي تلبس زيها الأسود ودارة الشعر المستعار خرجات كتتمشة عادي وطلعت فلسانسور للطابق اللي فيه السويت من خلال مراقبتها لي عارفة السويت اللي كيشد نهار كيبات احنا مع شي واحد خرجات من المسعد غادة فلكل وار هزات عينيها شافت الكاميرات فكل مكاين حضرات رأسها كتقلف فساكها كأنها نسات شي حاجة ورجعت من مين جا وصلت حتى السانسور ودخلات مع الباب اللي جندو اللي كيأدي للدوش كيكونوا خاوين وقليل اللي كيستعملهم بسرعة حيدات حويجها ولبسات الزي دي الخدمة لغرف جمعات الشعر المستعار على شكل كعكة خشيت الحويج في الصاف وخلاته تنمك فتحات الباب وطلات وبانت لها عربة دي الأكل جارها شاب ومتاجه للسويت خرجات بسرعة ووقفات عليه بابتسامة مغرية قالت سلام الشاب كي حنزز فيها وقال سلام وهي تقول هادي شي للسويت رقم خمسة ياك قال لها الشاب وي وهي تقول أنا غدا ندخل رئيس لخدم سيفتني بلاستيك الشاب باستغراب قال لها وعلاج وهي تقول قال لك صاحب السويت معاه المادام وما كيبغيش حس الرجال عنده في السويت قال لها الشاب آه وخا سلمها العربة وتم غادي شوية عاود وقف وضعر قال لها واش نتي جديدة عمر ما شفتك دارت ضحكة صفرة وقالت لا غير كنت مع الفريق ديال الصباح وعاد بدلوني للليل الشاب اقتانع وقال لها آه مرحبا بك معنا قالت ما غسي تحرك من حدها وغير باليها غبر وجبدات قفازات من الجيب لبساتهم عاد جرات العربة دقات في الباب شوية وتحل وهي تبان لها هديك اللي طلعت معاه لابسة بينوار ساتان حيدات لها من الطريق ودخلات ساندي كتشوف في السويت وتسكانيه وهي تقول لها الأخرى من اللي تسالي سدي الباب مورعك مشات كتتعوج ودخلات الغرفة النوم ساندي بقت وقفة في الصالة اللي فيها قليصة بالفوتويات وميني بار هزات ساندي الأكل وحطاته فوق الطبلة وجبدات قرعة صغيرة وخوات مقاطف الكيسان دي المشروب بالكيد كيفانه تحركات وفتحت الباب وستاته كأنها غادرت ومشات تخباته ورى السيطار دي البالكون تمخارج رجل في الخمسينان كرشو سابقاه جلت فوق الفوتاي وتبعاته البنت اللي معاه لابسة شميز دونيه هزات القرعة المشروب اللي كانت في الطاطل فرده وحلات أخوات في الكيسان مديت ليه واحد وخذات التاني شربوه بوف دقة واحدة أما هي بقت كتبعك وتجغن بشوية السيد دغيس خف رجع رسول لور كيرد النفس والبنت ناضط عليه وقلسات بجنبه وهزات طبق الفاكهة وبدأت كتاكل فيه المنويم دار خدمته والسيد من شاء وما بقاش تحرك سيندي بدت كتصوت حيط الأخرى ما شرباتش الكاز كله خاص هات سنة مزعل طلعت ليها الدم وهي باقة كتخشيف فمها تحركات بلاحظ هزات بعض ووقفات وراها كانت جالسة مربع رجليها حتى الطابلة هبطاتوا لها على رأسها طاحت ضيحة وحدها دارته ووقفات قدامه كتشوف فيه بغل وكراهية كبيرة عينيها ولو حمرين ما كرهاش تنفدك شي اللي باغا تدير ليه وهو فايق باش تشوف الخوف في عينيه وهو كيعيش آخر لحظاته ويحس بألم كل طعنه تحضرات وهزات السروال وجبتات السكين اللي خاشيها في التقاشر تحنات عنده وطعنات وثلاث طعنات بحقد كبير وهبطات ليه البوكسر شايف بداك شي وضحكات باستهزاب قطعت ليه قطيبه ودارته هو والسكين في بلاستيكا وخشاتهم تحت حويجها ومشات جرات العربة وخرجات من السويت خلاتها في الكلوار ودخلات فين حاطة الساك بتلات حويجها وخشات كل شي في الساك نزلت مع الدروج وخرجات من الباب الخلفي ركبات في الطموبيل اللي حاطت ما من قبله وانطلقات بسرعة خرجات على المدينة وصلت الواحد لخلاق وحرقات فيه كل شي حتى الزي دي الخدمة الغرف اللي سرقاته ركبات في الطموبيل وحيدات الشعر المستعار ولبسات حويج عادي وهي راجعة لاحظ القضيف في الشانط كيف العادة وملامح الرضا والسعادة على وجهها وصلت الواحد المدينة ووقفات قدام أجونس دي الكراء السيارات دخلات وسلمات لهم المفاتيح للسيارة وخرجات شدات تاكسي الكازينو ودخلات من الباب الخلفي بما انظهرها العادي كسيدني الموطفة شدات البوست ديالها وكملات خدمتها كأن شيئا لم يكن وفي الصباح واقفين جوج بناديا الميناج قدام السويت كي ترقوا الباب وعلافهم هم خدمة الغرف ما كان حتى موجيب اخذت وحدا فيهم البطاقة الاحتياطية وفتحت الباب دخلاته هي كتقول خدمة الغرف غير وصلت وسط الجناح وشافت المندر وهي اطلقها بواحد الغوضة الاخرى سمعتها ودخلاتك تجري شافت داكشي وتصد معت خرجوا كي يجريوا مخلوعين ومشوكين من داكشي اللي شافت عينيهم دقائق فقط وعمر سويت بالموظفين ورجال الامن للوطين عيدوا على رئيس الفندق اللي جا شاف داكشي وصفار دار اتصال وطلب اخوي والسويت آمر جاع اللي كانوا تنمى حتى واحد فيهم ما يهضر على داكشي دي شاف وإلى خرجات كلمة واحدة ما طيرهم الطرد سخر كان في المكتب احتدخل عليه مراد وملاميحه من في السراش قال شاف وقعت جريمة في أوتال رينو سخر هز فيه عينيه وقال جريمة مراد قال له اه كنظن لها علاقة بالقضية ديانيا سخر وقف وتحرك بخطوات كبار خرج وتبعه مراد طلعفته موبيل وبعض دقائق وقفه قدام الكازين داخله مع البوابة والتاجه الفوق كيف وصل التاج اللي فيه سويت بين اللي عمر ورانيا واقفين ومعاهم رجال الشرطة وبعض الموظفين ديالوطين داز فيهم وقف في باب سويت دا يريد ليه شريط أصفر على شكل إكس قطعه بالجهد داخل مغدد شاف مصرح الجريمة راجل متكي على الفوت داي عامل دمائيات قرب ليه وطلع لحجره شاف داك الشي مقطع وهو يزير على إيده حتى مشا منهم الدم ضرب طبلة الزاج اللي حتى تشتتات كيحس غير بالشمتة القاتلة ضحكات عليهم كيف بغاد خلاتهم حتى فقدوا الأمل وهي تضرب من جديد استهان بدكاء القاتلة واصدق هو اللي خاسر في هاد الجولة ولكن الحرب ما زال مسالات داروا هدر مع عمر بعينيه دخلوا فريق الشرطة العلمية خلاهم كيديروا خدمتهم وخرج للبالكون قال وموجه هادرتول رجاله خويه وعليه هاد شي من هنا تقدم رجل متوسط العمر ووقف قدام سخره وقال بتعالي لوطيل عنده سمعة في البلاد وكيتصنف من بين أحسن لوطيلات في المغرب كانت منه تديره خدمتكم بلا حس وإلى خرجات شي حاجة غادي قرب لي السخر حتى دخل فيه وهبط عينيه عنده حيث كان قصير عليه كيشوف فيه شوفة ديال القتيلة وقال له شكون انت قال ليه الشخص المدير ديال له طيل وهو يقول سخر المدير ماشي لمالك يعني موظف بحالك بحال دوك اللي كيديره الميناج وعليش هاز خنافرك من الصباح وهو يقول للمدير احتعر مراسق ولا غادي طيل من البلاستيك سخر قال ليه باستهدار وويلي وهز ايديه وشده منه ربطة العنو كيشوف فيه بشوفته الحادة وكيزير في الربطة تزنق المدير وولا وجهه حمر وتقطعات فيه نفس وجه المدير اسراق كيضروف في صخب ايديه اللي ما حاسبه وعله وجا عمر كيشري حطيلته هل اكتف صخبه وقال له السيد غادي موت طلق منه خاصك تتهدن العقيد التاصل لازم تقابله وهو يقول صخر عارف اش غادي يقول حسن ما نشوف حتى واحد في هات الساعة وهو يقول له عمر غادي نقول ليه مشغول ولكن ضروري تشوفه غدا دو السخر ادوه لشعره بعصبية تفكر شي حاجة وشاف عمر وقال شكون كان معاه في الغرفة وهو يقول له عمر باش عرفتي كان معاه شي حد قال ليه سخر مني يتب غادي يقصر مع الجنون مثلا والتبعد الدم اللي في الضربية بينما شي دياله قال عمر كانت معاه وحدة لقاوها فاقدة الوعي وراها في الكلينيك صيفت معاها جوج من رجالنا من اللي تفيق غادي ناخده اقوالها وهو يقول سخر والكاميرات المراقبة عمر قال مراد غادي يجيب تسجيلات المركز بعد ساعات كانوا مجموعين في مكتب سخر مراده رانية في الفوتيخ الدانية وصخر قارس في المكتب ديالو وعمر واقف حدا كي شاهدوا التسجيل دياليوم ووقوع الجريمة دوزوا بالتسريع احتى بان لهم الضحية طالح هو وعاهرته وخلاوا التسجيل دوز عادي بان لهم بنادم غادي جاي احتى حد ما متير للشبهات واحتى حد ما قرم الجناح بعد نص ساعة بانت لهم أنت باللباس أسود وشعر أشقر غادة احتى قربات للسويت ووقفات كان سخر مركز الشوف عليها لعل وعسي بان وجهها ولكن وعنوا بان جزء صغير من وجهها ومغطة بالشعر كانت كتتحرك بحدر وكأنها عارفة ودارسة مكان الكاميرات هات الشي خلام كل من سخر وعمر يشاهدوا بترقو هبتات راسها كتقلب على شي حاجة بساكها ورجعت سخر رجع باللورت كعلى القرسي قال إيه دان ماشي هي بعد دقائق معدودة بان لهم شاب جار عربة ديال الأكل ومتاجه للسويت ديال الضحية ارجع سخر التكة على المكتب فاش بانت ليه واحدة لابسة زي خدمة الغرر واقفة مع الشاب وكيهضروا مايمكنش يسمعوا هضرتهم لأنه الكاميرات ما موزوادينش بهات الخاصية الفتاة عاطية بظهرها الكاميرا شافوا الشاب غادر وهي دخلات للسويت سخر كارز على ايديه وقال بنت اللادينة هيا هيا نفسها اللي كانت لابسة لك حل قال عمر باللاتي نشوفه فاش غدا تخدش أكيد غادي تدوز من قدام الكاميرا سناو احتبان لهم الباب تحل وحطات رجلها خارج الباب وعينين سخر مركزين على الشاشة كي ينتظر خروجها بفارغ الصبر واخيرا غادي شوفه جه القاتلة اللي رونات ليه عقلوت حداته موحلش مع المجرمين الاكتر خطورة في العالم وحل معها ولكن مهما طارت غادي تطيح بين ايديه وديك ساعة غدا تكون اخرتها خرجات كلها وهو يبانو جهها دايرة كماما ديال صحاب الميناش اللي كي نضفو الطواليطات نصو جهاما كيبانش ومهبطاه ما زهر سخر زعف بالمعقوم هز داك الفيسيو خبطو مع المكتب عمر واقف وكي مسحه لوجه ومراد ورانيا وقفو كيشوفو فيه عمرو ما تقلق لهاد الداراجة على شي قضية ديما كيكون مبرد حتى فاش كيستجوب المجرمين وكيعاندو ويستفزو كيبقى كالم وكيطلع منهم داك الشي اللي بغى بدون مجهود خرج بخطوات مصرعة غادي في الكلوار حتى تلاقب العقيد اللي كان التاجه عنه قال له العقيد صخر تبعني تبعوا ومشاوا القاعد الاجتماعات وهو يقول العقيد عارفني ما كان بغيش ندخل في شغلك ولكن القضية زادت كبرات والضغوطات حتى هي عندك آخر فرصة إلى ما لقيتش المجرم قبل ما يقتل ضحية أخرى غادي تسحمل لك القضية وانا كان عارفك ما تبغيش هاد شي يوقع نبغيك تستعمل أي وسيلة مهما كانت والقاتل يكون وراء القضبع خرج الحقيد وخلتوه المورا قاعدة حاجة عن الصخر هي اللي يتحكم فيه ويملئ ليه الأوامر خرج من المركز وركب في الطموبيل وكسيرة من قفحتها القدام وحد البوارد دخل داخل وقلس في بلاسة معزولة وطلب النبيد وجابوه ليه وبقاك يشرم منه شوية صنع ليه التليفون دياله جبدو وشاف شكون وجاوب قال بصوت تقيم شنو وهي تقوله ساندي وبغيت نشوفك بقاك ساكت وهي تقوله فين كاين اعطاها الاسم ديال الحانة اللي هو فيها قالت ليه نجي عندك وهو يقول جي قطع وحطه على الطابلة وشير للسيرفور وشاب ليه قرعه عمر الكاس وبدأ كيشره جات ساندي ودخلات ومشات لعنده شافنا دهرات هاليه وهو يدور ايده وردعرها شرها من خطرها لعنده وخشاراته فعنقها قال ليها شكون انتي هادي انتي ولا هي قالت شكونك تقتلت وهو يقول انتي ماشي هي هي عينيها مختلفين شوية ضحكتها كل شي مختلف قالت صخر على منك تهضر هادي انا ساندي حيدات ليه الكاس من ايده وقالت بارك عليك وقف شاد فراسو وهو يقول لها كيتلعب معايا غادي نقتلها غادي تشوف الجحيم على ايد دينا تم غادي وكيتحلف وساندي ما فهمات حتى حاجة الزيت ساكهو التليفون ديالو وركونتان من فوق الطبلة تبعاته وغير خرجات بقليها واقف كيكين قربات ليه وعنقاته من ضحو حس باديها على خسره ودار كيشوف فيها بشوفات فشكل وهي هايمة في عينيه اللي كيدوبوها اركبوه في الطموبيل وعطاها العنوان وساقت هي بعد مدة وقفات في حيراقي فيه ليموري بشقاقة كبيرة وشاسعة كانت واقفة واحدة فيهم حل عينيه وتلفت عندها كانت كتشوف فيه ودور وجهه حل الباب وهبط حتى هي خرجاته تبعاته كان كيتماهي شدات فيه وطلعه في سانسور اتحل وهو يخرج وقف حده باب الشقة ديالو كيشوف البطونات حيث كيتفتح بالكود ماشي بالسعر دار الكود وصدر صوت بلي الكود خاطئ عاود داره ونفس الشي خبط الباب برشليه وهو يغوت قال مال هاد الشي قالت تهدن شنه هو الكود؟ قال لي هالكود ودارته عادت تفتح الباب دخل ودخلات موراه وكانت شقة فاخرة واسعة ومفتوحة مشا ديري كتلفتها لو طلعه للفوتين حطت الكونتاكت فوق الطبنة هو والتليفون ديالو وقربعت عاده قالت صخر هاني مشي هالعينيه كانت محنية عاده وقريب هاليه جرها احتطحت عليه ووقع بيناتهم اللي وقع اشتركوا في القناة